السلام عليكم يارب تكونوا بألف خير النهاردة هنعمل مع بعض طريقة البطاطس الفريسكس جميلة جدا طحفة جدا بجلب شايفين جمالها ولونها ده بفاتح مقرمشة من بره وكمان طرية طرية من جوه حلو قوي زي الزبدة بالصبت شايفين جمالها ولونها لو ولادك ما بيحبوش البطاطس من النهاردة هيعشقوا البطاطس شايفين حلوة ازاي نقدر ناكلها مع الكاتشب وكمان الطومية كسناكس وكمان ناكلها جنب الوجبات حلوة قوي قوي ويلا بينا على بركة الله نشوف محتاجين مقدير ايه معانا انا معايا ثلاث حبات من البطاطس حجم وسط شايفين انا مقطعها سميكة كده علشان تكون في قلبها من جوه تراوة حلوة وحس بتعم البطاطس جميل جدا لما بتتقطع سميكة كده دي طريقة تقطيع ليها علشان انا هعملها بالعرض كده علشان تبقى الصوابع سميكة وكمان ما تكونش طويلة قوي تمام تمام بنفس الطريقة كده بكون مشغالة الكاتل علشان انا محتاجة مية سخنة خلص تقطعي البطاطس بالشكل ده بكون مجهزة معايا مية سخنة بضيف معلقة من الملح نص سوى كده بالزبط تمام معلقة من الملح مع معلقة من السكر بتخلي البطاطس بتاعتي طعمها حالو وفيها تعسيلة جميلة كده وكمان بتكون مقرمشة انا هنا هبدأ حضر الخليط وهي الكافر مرة واحدة عشان ما طولش عليكم انا باخد كبايتين من الدقيق المنخول وبضيف عليهم مقدار اربع معالق من النشا او نص كباية من النشا تمام ومعايا التوابل بتاعتي معلقة ونص كبار من الملح ومعايا بابركة ومعايا كمون وكسبرة جافة وكمان انا بحب اضيف وياك كركم كاري تمام وبقلب كل المكونات دي مع بعضها مع نص معلقة من البكنج بودر بقلب كل المكونات الجافة دي كويس مع بعضها ده طبعا الخليط اللي انا هعمل منه الكافر وهعمل منه الخليط اللي هحط فيه البطاطس تمام انا هقسم الكمية بالنص انا كده عملته على مرة واحدة وهقسمه على جزئين طبعا بيكون اوفرلك في الوقت والمجهود تمام انا هنا اسمته على جزئين الجزء الاول هضيف عليه بيضة وهضيف عليه كمان كباية من اللبن تقدري تستبدليها بمية ما فيش مشكلة خالص انا هنزلها تدريجي علشان انا عايزة الخليط سميك شوية مش عايزة يكون خفيف قوي علشان لما نزل فيه البطاطس تقدر تمسك طبقة كويسة عليها تمام بس هنا المقدار الدقيق اللي انا متاب بلاده هو انا هياخد معي كوباية اللبن كلها زي ما احنا شايفين مع بعض كده تمام جدا المهم كمان ما يكونش في عندي اي تكتلات من الدقيق ده سمك الخليط بتاعي في الوقت ده انا هصفي البطاطس من المياه السخنة اللي كانت فيه وهبدأ انزلها في الخليط ده وهقلبها وهغلفها كلها بالخليط اللي انا عملاه دوا تمام كده البطاطس هنا تعتبر واحدة معايا نص سوا بحيث لما تنزل في الزيت تكمل سواها وهي تحمير الكفر الخارجي بتاعها وما تاخدش وقت كبير في الزيت وما تحمرش لدرجة ان هي تكون لونها غامق انا عايزها يكون لونها ده بفاتح فهي هنا خدت السوا على جزئين شايفين انا بشربها في الخليط ده وبسيبها كمان لمدة عشر دقايق بحيث وهي فيها نسبة طروا كده تشرب من التوابل والملح لو اول مرة تشوفي قناتي ما تنسيش الاشتراك واللايك والشير وتفعيل الجرس عشان نتابع مع بعض كل اكلاتنا السهلة السريع هبدأ هنا صفي البطاطس من الخليط ده ايوان بصفيها كده وطبعا انا معايا الكفر انا حطاه في صنية تكون واسعة شوية بحيث لما انزله فيها مايتعجنش في بعضه لانا هفرده في وسط الدقيق وسط الدقيق المبهر وبيكون معايا طاصة على النار فيها كمية من الزيت مناسبة لازم ان الزيت يكون سخن يا جماعة يعني مش سخن قوي يكون درجة حرارته متوسطة علشان اول منازل البطاطس متاخدش لون على طول تمام انا هقلبها ويا الكفر مش هنفضها قوي انا هسيب عليها طبقة متماسكة لو حب ان انت تخلي الطبقة الكريس باكتر من كده ممكن ترجعيها تاني في الخليط بعد ما تاخد وش في الكفر الدقيق وبعدين تنزليها تاني في الكفر الدقيق وبعدين انت كده بتكون ادتيها كفر سميك بس صراحة هي بالطريقة دي ممتازة وكمان لو حب تقطعي البطاطس بحجم ارفع من كده براحتك خالص دي حاجة ترجعلك انت بسيبها تتشرب من الكفر شوية يعني انا بخلص كل الكمية واول حاجة بدأت اعملها اي اول حاجة بنزل فيها في الزيت تمام كده زي ما احنا شايفين مع بعض شايفين ببعدها عن بعضها بخلي المسافات متبعدة شوية تمام كده على نار متوسطة وبحمرها جميلة بجد يا ريت تجربوها وتقولولي رأيكو في التعليقات شايفين لونها تحفة وطعمها تحفة وكمان انا لما زودت الكاري ويا التوابل بدي ريحة حلوة جدا جدا وقت التحمير بجد في منتهى الجمال مقرمشة من برة طرية من جوة حلوة قوي الولادة هيحبوها منك جدا بالطريقة